اشتركوا في القناة والجوهر فبعد خروجك من الكهف سيغلق الباب الى الابد انتهز الفرصة ولكن خذي حضرك من عدم نسيان ما هو الاساس والاهم لك وما ان دخلت المرأة حتى بهرتها الوان الجواهر ولا معان الذهب فوضعت ابنها جانبا وبدأت تلتقة الذهب والجواهر وراحت تملأ جيوبها وصدرها بالذهب وهي مذهولة راحت تحلم بالمستقبل اللامع الذي ينتظرها وعاد الصوت ينبهها انه باقي لك ثمان ثواني لا تنسي الاساس وما ان سمعت ان الثواني على وشك ان تمضي ويغلق الباب فانطلقت باقصى سرعة الى خارج الكهف وبينما جلست تتأمل ما حصلت عليه تذكرت انها نسيت ابنها داخل الكهف وان باب الكهف سيبقى مغلقا الى الابد واحزانها لن تمحوها ما حصلت عليه من الجواهر والذهب هكذا الدنيا نطلب منها الكثير ونتناسى اهم من ما نملك من صحة وعائلة واحبة والاصعب لا ندري متى يغلق الباب ولا نستطيع العودة للتصحيح لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة